السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابنا العزاء. مرحبا بكم مع فيديو جديد طلاب صف الاول السنوي لغات. هناخد على الانرجي. تمام. بيقول لي هنا. بيقول لي في صور او اشكال كتيرة من الانرجي. تمام. دي اول تاني حاجة. اللي في علاقة ما بين كل ايه الفورمس بتاع الانرجي دي. هنقول لي لان الانرجي فعلا صورها كتيرة. اشكالها كتيرة. اه ومنقدر نحول الانرجي من من فورم لي فورم تانية للانرجي. يبقى لتو فورم تو استيتمينس او كوريكت. تمام? تعالى بيقول لي هنا. العرف لي او ايه هو الانرجي. هنقول لي ايه هو الانرجي. هنقول له الانرجي. the energy in any physical or chemical change can be neither created nor destroyed but it is transform it from one form to another. تعالى بعد كده بيقول لي اه طبعا عشان من العدم. الانرجي لازم بتبقى متحولها من ايه من اه صورة اخرى من الانرجي. ونور destroyed ولا نقدر ننهيها. هي لما بتنتهي من الشكل قدامنا بتحول لفورم تانية. but it is transform it from one form to another. بيقول لي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي. write the scientific term. هنقول له. is the science that deals with the study of energy and how it transfers. تمام. ايه هو بقى اللي هو ايدا. اللي هو السيرمو دايناميكس. السيرمو دايناميكس هو the science that deals with the study of energy and how it transfers. طيب تعالى نشوف بعد كده بيقول لي ايدا. is the science that is concerned with the heat change. that accompanying is the chemical changes and the physical changes. ده اللي هو الثيرمو كيميستري. الثيرمو كيميستري هو العلم اللي بيحتم بالهيت شينجز. المصاحبة للعمليات الكيميكال. تمام. للتفاعلات الكيميائية والفيزيائية. تعالى نشوف اللي بعد كده. بيقول لي هنا دي كلها على لسن بتاع الانرجي. بيقول لي is the combination of hydrogen and oxygen gases to form water represents. الاتحاد الاكسجين والهايدروجين عشان يدونا الووتر. ده بيعتبر ايه كيميكال شينج ولا فيزيكال شينج ولا كيميكال ولا فيزيكال شينج. هنقول له كيميكال اه شينج. كيميكال ايه شينج. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده. is the dissolving of ammonium nitrate salt in water represents. دوابان الامونيوم نيتريت في الووتر. ده على طول فيزيكال جانج. لان الامونيوم نيتريت احنا بندوابها في المية ما بتتحولش الحاجة تانية غير الامونيوم نيتريت. يبقى هي مجرد فيزيكال شينج. طيب what is meant by system. يعني ايه سيستيم. هنقول له it is the part of the universe. هو جزء من من المحيط بتاعنا او من العالم. or the substance. شوزين او من المادة تم اختياره لدراسة to study for study at which the physical or chemical change occurs. تمام. طيب تعالى what is meant by surroundings. يعني ايه surrounding. المحيط. is the part outside the system. هو الجزء اللي برا السيستيم. that exchange energy with the system in the form of heat or work. هو الجزء اللي حوالين السيستيم اللي بيتبادل الهيت والwork مع السيستيم. تمام? ده اسمه surrounding. تعالى بعد كده بيقول لي يعني ايه? mention the scientific term. قول لي هو scientific term. ده. ايه هو الترم بال او? the system that freely exchange the matter and energy with its surrounding. يعني بيقول لي السيستيم اللي بيتبادل بحرية المطر والانرجي مع المحيط بتاعه. ده open system. براحته. ده open مفتوحة الاخر. بيتبادل الانرجي وبيتبادل اه مطر مع السرروندين. بتاعته ده open system. تعالى the system that exchanges energy but not matter with the surrounding in the form of heat or work. السيستيم اللي بيتبادل الانرجي بس ما بيتبادلش المطر. هنقول له ده closed the system. هو مقفول بس بيتبادل الانرجي تمام على هيئة heat مسلا. ده اسمه closed in a system. طيب بيقول لي الا اللي ما بيطلعش بقى ولا بيدخل لمطر ولا انرجي مع السراوندينج بتاعته هنقوله ده ايسوليتد سيستم طيب تعال هنا جايب الكوششن هنا بيقولي التلاتة سيستمز دول عرفهم لي او اسمهم لي هنقوله ده ده ايسوليتد لا ما بيحصلش ايسوليتد للمطر ولا الانرجي تمام وده تمام بيحصل تبادل للمطر والانرجي مع السراوندينج وده بيحصل تبادل للانرجي بس ما بيحتضش تبادل للمطر تمام خلاص وبكده مخلصنا الفيديو ده وتابعونا واشوف تعليقاتكم ولايكاتكم نكمل مع بعض ان شاء الله في الكورس ده والسلام عليكم ورحمة الله